تمضي مملكة البحرين ودول المنطقة قدما في ترسيخ قيم التآخي الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات ونبذ التطرف والكرهية بين مختلف الشعوب نعم إلا أن اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية ما زال يقوم بأعمال مشينة لا تمتل القيم الإنسانية واحترام وقبول الآخر بصلة وذلك في انتهاك صريحا للمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية في الوقت الذي قطعت فيه مملكة البحرين ودول المنطقة شوطا كبيرا في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم التآخي الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات ونبذ التطرف إلا أن المتطرفين اليمينيين في بعض الدول الأوروبية ما زالوا يقومون بأعمالهم المشينة التي لا تمت للقيم الإنسانية واحترام الآخر بصلة وتحرض على الكراهية الدينية والعنصرية وتشكل إساءة لجميع الأديان والمعتقادات والمقدسات والرموز الدينية في انتهاك صريحا للمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية وتجاوبا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية تضافرت جهود المجتمع الدولي في نشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ الدعوات المثيرة للكراهية أو المحرضة على التمييز أو العداوة أو العنف وذلك في سبيل إعلاء الأخوة الإنسانية بين الأمم والشعوب كافة إن التعايش بين الأديان ونشر السلام يمثلان حصنا منيعا لحماية البشرية من أفات الكراهية والحروب وقبول الآخر والتي تصب في تحقيق السلام العادل والشامل بين دول العالم